أما هلأ رح نبدأ أولى محطاتنا الصباحية يا عفاف ولحنروح مع أصص النجاح يلي شهدها طبعا ملتقى بوابة العمل جوب جيت لـ 2023 ضم أهم المجالات والمؤسسات والشركات مثل العادة واللي بيكون دائما هو بوابة لكتير من الاختصاصات وفرص العمل للشباب من مختلف طبعا الاختصاصات رح نتعرف أكتر اليوم على أبرز وأهم المجالات يلي ضمها لـ 2023 كمان سنة صار في لقاء مباشر مع شركاء العمل ومع أرباب العمل كمان والملتقى لهذا العمل شهد قصص نجاح مختلفة عبر تأمين فرص عمل لعدد من الشباب الأكاديمي وكمان باختصاصات مختلفة ولحتى نتعرف أكتر على الملتقى وشو يلي تضمنه وشو هي الإنجازات يلي حقق لهذا العام معنا اليوم بالاستوديو الدكتور مونير عباس رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية يسعد صباحك دكتور يسعد صباحكم أهلا وسهلا صباح الخير دكتور يعني لما بنحكي عن جوب كيت دائما بنقول فيه تاريخ كبير لهذا المجال نحن ساعدين أنه نحن مواكبين طبعا بوابة العمل جوب كيت من أول ما بلشتوا بمشاريعكم المختلفة خلينا أقول شو اللي كان مميز هاي السنة تمام جوب كيت ابتدأ السنة الماضية بجوب كيت 2022 وحقق إنجازات كتير حلوة من إيجاد فرص عمل وتابعنا لحنا الميزة تابعة جوب كيت بوابة العمل أو الملتقى هاد أنه فيه متابعة دائما للأسر من السنة الماضية كان فيه عنا 2500 سي في تقدمه توظف منه 681 خلال السنة هاي السنة حققنا كمان أرقام رائعة جدا طبعا كان فيه عنا زوار يزيد عن 2600 أو 2700 شخص كمان بالأحصائيات تحقق عنا 1518 فرصة عمل شارك معنا 43 شركة ومنظمة محلية ومنظمات أيضا في منهم دولية كان يتميز الملتقى أنه هو من صنع المتطوعين اللي خاصين بمؤسس إدارة الموارد البشري هو كان طبعا ملتقى بشراكة استراتيجية مع شركة سيرياتيل وكان فيه عنا رعاة زهبيين رائعين قدموا فرص عمل بعض الشركات قدمت 158 فرصة عمل اللي يميز كمان بوابة العمل هالسنة عن السنة الماضية أنه كانت الفرص متنوعة جدا من عمال لمصانع ومعامل وأيضا موظفين بمطاعم أو بأماكن كلها إدارية إلى مدراء شركات ومهندسين IT ومهندسين باليغرافيك يعني كتير فيه تنوع كان ما فيه أي شخص فات على الملتقى إلا حس أنه فيه عنده فرصة عمل وعود أيضا كان إلى جانب الملتقى في عنا دورات تدريبية وورشات عمل مجانية تقدمت أكثر من 12 ورشة تدريبية مجانية تطوعية من كبرى الشركات من مدراء ومدراء موارد بشرية أيضا تم لقاء كتير نوعي بين 43 مدير من الشركة وحاولنا أنه نتوصل للمهارات المتطلبة أكثر شيء بسوق سوريا فأعلننا أكثر من 35 مهارة سندرب عليها في 2024 لحتى تكون هي عبارة عن بوابة حقيقية لكل داخل لسوق العمل أيضا تم ورشات إرشاد مهني وبنهاية الملتقى كانت المفاجأة أنه حاليا الملتقى أيضا بعده افتراضي وبعدك فيك تقدمي على الوظائف إذا كنتي بغير محافظة لأنه في كتير محافظات فيها الشركات الأفروع فيها ما أتاحت للفرصة للأشخاص أن يجوا على دمشق فلذلك نحن من هذه السنة فتحنا المعرض افتراضي لمدة شهر وهلأ إن شاء الله تم افتتاحه افتراضيا أول مبارح فهلأ الأشخاص عم يقدموا والشيء اللي كتير حلو فيه هو أنه هو واقع افتراضي يعني هو نفس المجسم تبع المعرض نقلناه بنفس أشخاصه فأنتي بتفوتي على application jobgate.sy على الموبايل وبتفوتي بتقدمي على وظيفة وبشكل مرن جدا بيسألك أنك أنت باحث عن عمل أم أنت شركة عارضة تقول له باحث عن عمل بيعطيكي خيارين بتحب تعبي طلب التوظيف الخاص بالشركة ولا عندك CV ترفقيها فإذا أنت بجهزة CV فورم ترفقيها وبتوصل فورم للشركات وبتوصل لنسخة عنها لحنا طبعا كالعادة حنتابع بهذا الملتقى اللي عملناه ووعدنا كل الشركات أنه هالCV حتى لو تقدمت على شركة واحدة أو تنتين داخل الملتقى حنعممها على كل الشركات بحيث أنه يكون في عنا فرص أكتر للباحث عن عمل أنه يشوفوا شركات أخرى كمان في شركات حبت أن تشترك معنا بالافتراضي ما كانت موجودة بالواقع عدد الهلأ شي 18 شركة إضافية موجودين منهم بحلب موجودين باللادئية موجودين بحمص فهدول كمان عم تحلن الفرصة المعارضة الافتراضية وكالعادي نحن منتابع طول السنة كل سنة بنعلن أرقام نتائج السنة اللي قبلها فلحنا أعلننا أرقام النتائج السنة تبع الملتقى بالـ 2022 ببداية الملتقى 2023 طبعاً نحن كان برعاية وزارة شؤون الاجتماعي والعمل مشكورين أيضاً لرعايتهم وهنا بشهادتهم أنه هذا يعتبر ملتقى حقيقي لفرص العمل لأنه موجود على الأرض كتير وما نتجاري أبداً يعني نحن دائماً عم وقت تعمل مؤسسة أهلية أي ملتقى بيكون في عنده طابع مسئولية مجتمعية فهذه المسئولية المجتمعية بتشعريها بكل جو الملتقى فأنت وقت تجي عنا على الملتقى بتحسي أنك عايشة لافستال يعني أسلوب حياة بتجي على الملتقى بتقدمع وظيفة بتعملي نتورك وعلاقات بتقدم لمدراء المعارض البشرية يعني يكون في صعوبة بين الباحثين عن عمل وبين مقابلة دول الأشخاص لحتى يعرفوا منهم ليش نحن عم نرتفض وليش نحن عم ننقبل بسهولة وبنفس الوقت أنت في شي تقدم كتير مشكورين للشركات التدريب قدمت أكتر من 300 فرصة تدريبية محسومة بين 50% لـ 100% بعض المنح في واحدة من الشركات قدمت 500 تدريب لسنة 2024 لكل واحد زار المعرض دولك اللي هاتون 500 مقدمتون من زوار معرض محسومين 50% شو ما كان نوع التدريب ما بدي أعلان على الأسماء مش هما ما نقول لنا عم نروجهم تجاريا نحن عم نعرض بعض المقاطع من المعرض خلينا نستذكر أكتر بعض القطاعات المشاركة كانت من حيث التنوع والعداد وأيضاً الفرص المتاحة اللي كانت للزوار الشباب يعني الفرص كانت متنوعة جداً جداً الحقيقة مثلاً غلب الطابع الرقمي هي السنة طبعاً أكتريت الفرصة كانت كلها تلا سوشال ميديا كونتين كرييترز مهندسين عيتي مبرمجين تطبيقات كلها تكن في عنا شركات كبرى في عالم الرقمي من شركات اتصالات الرائدة في سوريا للشركات الرقمية للدفع الإلكتروني كانت موجودة سنة بنوك مصارف تمويل صغير كان له وجود كتير كبير السنة وبشكل كتير حلو تم تقديمه أيضاً كان في عنا شركات غزائية رائعة جداً عم يتقدم فرص عمل كان في عمل كتير كبير وطلب كتير كبير أنا من خلال من باركن بقول أنه يهتم كتير الشخص بأعمال المبيعات والتسويق سهل كتير يلاقي فرص عمل فيهم أيضاً كان في عنا صناعات نسيجية كتير كبيرة أيضاً كان في عنا صناعات المحتوى يعني أنا كتير لقيت أنه قديش لحنا في عنا شركات بسوريا عم تصدر أعمالها لدول خليج ولدول بره يعني كلاته على أوروبا ست سبع شركات كانوا موجودين بدهم بس أشخاص يكونوا عم بيساعدوهم داخل الشركات وشغلهم مضمون لبره كان في عنا منظمات دولية أيضاً كانت عم تطلب فرص عمل هنا وكان حلو وجودها كتير أنه هذا الشيء منه مستحيل والشيء اللي احنا منقول أنه غير موجود كان في مقابلات كتير راقية بهذا الموضوع أيضاً كان في عنا كان أيضاً جامعات حتى في جامعات بعض الجامعات كانت عم تفتح مشافي خاصة بالجامعة وكانت عم تصدقته بالكوادر الكافية كل هذا يعني كان في فرص لأطباء كان في فرص لصيادلة كان أيضاً تشوفي نوع جديد من المهارات بما أنه نعرف أنه سوق العمل حديثاً حيكون سوق مهارات وليس سوق شهادات فمتحسي كتير في الأشخاص تسأليهم شو اختصاصكم؟ بيقولك اختصاصي كذا شو عم بتقدم فرصة وظيفية مخالفة لأختصاصه؟ وهذا الشيء صار مقبول من سوق العمل عندنا فالحنا أحياناً عم تلحق فرص العمل الشغف أكتر ما عم تلحق الشهادة الأكاديمية أنه أنت شو درستي ولكن أنت شو طورتي بحالك والمهارات هو اللي كان له استقطاب والحلو كتير كمان غير التنوع الفرص أنه كان عملية الخطاب المباشر بين الباحث عن عمل وبين مدراء الموارد البشرية يعني هاي السنة يومين بكامل قعدوا مدراء الموارد البشرية بالملتقى مو بس أثبتوا موجودية وراحوا على شولون هذا الشيء أعطى فرصة كتير كبيرة للخطاب المباشر اللي هو كان مفقودة هالحلقة دائماً وكنا دائماً نحن تعرف مسؤولية المجتمعية نسحل هذا الخطاب وهذا الحوار ونقدم الباحث عن عمل بصياغ تانية حتى هاي السنة عملنا كتير توعيات مباشرة لقلو نأيم أشخاص ونقول له إنت إلي ليش ملقيت وظيفة لأ وبيقلك وشو الاشياء اللي كانت عنده التأثير والنواقص يعني دكتور مونير أنتوا دائماً متميزين بكسر مثل ما بيقولوا الصورة النماطية اللي بنشوفها إن كان بمقابلات العمل بطرق التوظيف أو حتى بالمفاهيم والمشاريع اللي بتنعمل هذا شيء مميز ونحن بنفتخر فيه إنه عنا مجموعة عم تشتغل على هذا الشيء بسوريا لحتى تتغير بيئة العمل ومن ضل نمطيين دائماً أيضاً موضوع حساس جداً يمكن قليل جداً لينطرق وبالأخص بمجتمعاتنا العربية اللي هو المفهوم أو السلوك الجنسي بالعمل كثير بنسمع عن هاي المشاكل يمكن بره بالخارج بيواجهوها بكثير أريحية وما في مشكلة بهذا الموضوع عنا بتبقى محبوسة دائماً ابتداءاً من التفريق بين الذكر والأمسة بالوظائف وصولاً إلى إذا صبية تعرضت لمشكلة بالعمل ممكن تسكت ممكن ما تعمل شيء حتى تستمر وكذلك الرجل يعني خلين نحكي عن هذا المفهوم وكيف حاولتوا تشتغلوا عليه حالياً طبعاً لحنا الحمد لله بلشنا مشروع كتير نوعي بالتعاون بمؤسس إدارة الموارد البشرية ونظمة الصحة العالمية WHO من بداية شهر 9 بلشنا مشروع يسمى معروف عالمياً ببسيا ببسيا هي عبارة عن preventing sexual exploitation and abuse يعني منع سوء السلوك الجنسي داخل موقع العمل فهذا الشيء مفهوم شوي حساس بمصطلحاته داخل مجتمعنا الشرقي وسوريا تقدم المشروع هذا ولحنا شمال ست محافظات اللي هي أهم شيء المحافظات اللي ضررت به كارثة الزلزال اللي هي كانت اللادئية وحلاب وحمى وأيضاً أدخلنا معهم حمص ودمشق وريفا نحن كان يقوم المشروع دائماً على التوعية بمنع بتاتاً سوء السلوك الجنسي بكل مفاهيمه في موقع العمل شو هي مفاهيم ومفاهيم سوء السلوك الجنسي اللي هو sexual misconduct يشمل لثلاث مفاهيم أولاً مفهوم الاستغلال الجنسي الذي يقوم على التفاوت بالسلطة والقوة واستغلال هذا التفاوت من أجل الحصول على فائدة جنسية من الضحية أو المستفيد فيه عندك أيضاً الانتهاك الجنسي اللي بدرج تحت مفاهيمنا بالاغتصاب اللي هو عبارة عن التحديد بممارسة سلوك الجنسي تحت مبدأ الاغتصاب يعني اللي احنا كلهاته وهذا التحديد له عدة أشكال وأيضاً يدخل تحته أي نشاط جنسي مع أطفال تحت هذا المفهوم اللي هو انتهاك الجنسي فيه المفهوم الثالث التحرش الجنسي اللي هو أكترية الناس بتعرف عنه اللي هو عبارة عن سلوك طابع سيء جداً غير مقبول يندرج تحت هدول الانواع من السلوكية غير مرغوب فيه من قبل الضحايا يقدم مقابل حصول على شيء معين وهلأ اطورت كثير وسائلوا للتحرش الجنسي قد يكون إرسال صورة على المواقع التواصل أو قد يكون كلمة أو إشارة أو إيماء بوجه أو body language بهذا الموضوع هدول الثلاث مفاهيم اللي احنا اخترنا بدنا ندرب خلال هذا المشروع ما يزيد عن 325 شخص في سوريا ضمن هدول الست محافظات أول إنجاز لهذا المشروع مندرب مدربين المدربين هدول يكونوا بالنسبة لنا نقاط عبارة عن focal points يعني هنه النقاط التركيز هنه يكونوا بمحافظاتهم مواقع مدربين بأي لحظة لغيرهم وزودناهم بسياسات منع سوء السلوك الجنسي داخل موقع العمل هالسياسات طورناها لحنا كمؤسس دارة موارد بشرية قولناها بالمفهوم العربي وأخذناها من مصادره فلذلك صار في عندك سياسات هدول بيهموا كثير مدراء الموارد البشرية والإدارات بحيث إنه هي السياسة تكون رادعة والسياسة لا تكتب وتوضع باللدروج يجب أن تعلن على الجدران بأنه هذا الشي غير مقبول عنه فإذا كان الشخص حتى عم بتسوله نفسه لأنه يعرف إنه هناك عقوبات رادعة أهم عقوبة فيها لهي أنه يمنع ويوقف من العمل بأي سلوك من هذا الأشخاص طبعا قاموا واقترفوا هذا النوع من السلوك طبعا بعد إجراء التقصي والتحقق وإثبات إنه الضحية كانت على حق بهذا الموضوع إلى إجرائيات طويلة هذا الشي كان كثير جريء عنه دربنا أول هلأ أول فترة 38 مدرب موجودين ب6 محافظات هذو المدربين أخذوا تدريب الليبسية وأخذوا تدريب التي أو تي يعني أخذوا أيضا مهارات المدرب لحتى تعرف يكون عملية نقل المعرفة والمعلومة من شخص متمرس ومحترف غير وقت تعطي هاي السياسات لشخص ما بيعرف يحكي فيها ضمن مؤسسته أو بالآخرين فهذا الشيء كثير حلو أنه بسوريا أيضا جمعنا كل القوانين بالقانون السوري اللي بتردع هذا العمل وزودنا فيها المؤسسات فإذا تم تشخيص أي قصة من هاي القصص تندرج تحت أي بوابة من بوابات القانون صرنا عم نرشد الشركات أنه الجاء للقضاء من طريق أي محامي للشركة ويكمل بهي القضية بهذا المجال فلحنا طبعا ما بنا نعاقب حدا لحنا بدنا نردع السلوك لحنا بدنا نوعي أكثر ونعاقب ليش لحنا ما نعاقب لازم نعاقب يكون في دائما مرة واثنين وثلاثة حتى الناس تتشجع ولكن أهم شي نحمي الضحية لأنه بتعرفيتي مجتمعات شرقية أخيانا منلوم الضحية نفسها أو هي الضحية ملامة لأنه ما عم تقدر تفسر عن هذا الموضوع لأن البيئة ما عم تساعدة لحنا عم نهيئ إلى بيئة مثلا إحدى الإرشادات اللي عم نعطيها للشركات يكون فيه هاتلاين للشركة يكون هذا الهاتلاين مع أشخاص يشهد بأخلاقياتهم جوات المؤسسة أي الضحية قيمة ما كان تحكي أو يبعث واتس أو يعملوا أي شيء أيضا يوجد إيميل حيادي هو أيضا تندرج للشكاوة ويوجد صندوق شكاوة ورقي موجود ليس تحت التصوير بمنطقة حيادية تستطيع الضحية أو المستفيد اللي تعرض لأي نوع من هاي الأنواع للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي أنه لوح يحط ورقة شك وفورا ويتم التحقيق أيضا عطينا قنوات التقصي وآليات التقصي الحقائق وصولا إلى القرار النهائي بأنه الضحية على حق وأول إجرائية اللي عم نعملها أنه أوام يوقف عن العمل الشخص الجاني المتهم مع راتبه يعني نحن نوقفه ونعطيه راتبه لأنه لسه ما سبت تتحمي عليه والتسبب تتحمي عليه لا تسامح كان الشعار الأساسي لهذه الحملة هو يعني ما في أبدا أي عزر أنك أنت تقوم بهذا العمل وتتسامح عليه أيضا دكتور على هامش المؤتمر تم مناقشة أكثر المهارات المطلوبة اليوم لسوق العمل خلينا نعرف شو هي نتائج اللي توصلتوا لها من خلال هذا المؤتمر نحن عارثا مناخد مهارات سوق العمل للسنة القادمة من مواقع مثل لينكدين ونقول أنه هاي أكثر مهارات سوق العمل ناخدها عالميا لحنا هالسنة قررنا نعمل شيء سوري بامتياز أنه نجمع كل هالمدراء المعارض البشرية ونقرر خلال هذا الملتقى أنه شو هي المهارات اللي إلها أكثر تصويت عم يفتقدوها بالباحثين عن عمل لحتى ندرب فيها الأشخاص الموجودين بسوق العمل وجدنا لحنا أعلى مهارة أخت التصويت هي مهارات التواصل مهارات التواصل في عنا عم بيقول لك الأصحاب العمل اللي كانوا موجودين معنا مدراء الشركات ومدراء مهارة البشرية عم بيقولوا الشخص رائع تقنية بس ما عم يارف يحكي كلمتين بالمقابلة يعني ما نمجهز خايف بيخجل يعني في شيء عم بيوقفه وبينما وقت يأخذ على الجو وقت يقدر يكسر هذا الحاجز المهارات الموجودة أنه أنت نفسه الشخص كانت تاني مهارة هي أنه يحبي بادر يعني أنت ما تنتظر مني أنا أعطيك شغل أنت لحالك بادر وقال لي أنه هون فيه شغل ممكن أنا أقوم فيه يعني ننتقل لمفهوم الشريك بالعمل وليس لموظف الاعتيادي اللي ينطر تعطيه مهمات هذول صفتين أخذوا فيه أيضا كانت مهارات التفاوض اللي بدون إياها بمجال المبيعات كانت أيضا إدارة الوقت فيه عنده مشكلة بإدارة الوقت عم ينعطى المنظف عدة مشاريع بنفس الوقت عم بيضيعه وميحس أنه مضغوط نفسيا وعم بيخف أداءه فأيضا عم بيقولولنا هاي المهارات لازم ندرب عليها المهارة الخامسة اللي كانت بدون إياها كتير هي حل المشكلات واتخاذ القرار فهني كان بدون أشخاص تقدر تساعد إدارات الشركات في وضع المشكلة على الطاولة ومناقشتها جماعيا متنتظر الحل من الشركات هاي من المهارات اللي كانت موجودة أيضا كانت من المهارات اللي كتير طلبوها وكانت المهارة السابعة هي الزكاء العاطفي يعني أنه كمان الأشخاص أنتم بترفع من مر كتير بأحداث هي حوالينا بالمنطقة والأحداث كليات اللي عم بتتم عم تعطينا ضغط نفسي غير ضغط العمل فلحنا بدنا نتعامل زكاء عاطفي معها ما ننقل هاي المشاكل كلياتها لجوات جو الشركة اللي هو بالأساس وهو التحكم بعواطفنا عن طريق عقلنا وتكون ردات فعلنا خفيفة جدا عم تكون ردات فعل للموظفين بأي شيء عم يتوجه لهم عمليا عم يأخدوه شخصي وعم يتم لترك العمل وهذا الشي عم بأسر على الطرفين خسارة للموظف ما في فرصة عمل وخسارة للشركة إنه خسرت كوادر مدربتها ومستثمر فيها فكانت المهارة السابعة المطلوبة كانت أيضا من المهارات اللي كتير كان عم ينحكي فيها أيضا إنه ما هي الآليات التي من الممكن أن يساعد فيها الموظف في الابتكار طلبة الشركات المهارة التامنة كلهاته إنه يكون في عنده أفكار إبداعية تطور الشركة بالخص إنه عم يفوتوا الباحثين عن عمل عم يكونوا بيشبهوا سوق العمل تماما أو السوق الحواليون فهن عندهم أفكار بما يطلبه السوق فممكن يرشدونها بأفكار الابتكارية عندنا طبعا سلسلة لخمسة وثلاثين مهارة وكانت المهارات اللي بالصف الأخير منها كانت تحوز على مراتب الأولى بإحدى السنوات قبل أربع خمسة سنين فأنتي شوفي قديش عم تتطور هلأ مثلا مطلوب إحدى المهارات المطلوبة من الكل الموظفين أعليات التعامل مع السوشال ميديا يعني تصوري إنتي لإحنا نحن نحن نحكي قبل عشر سين كان التعامل مع السوشال ميديا هو مضي على الوقت داخل سوق العمل أما الحال العمل الآن نحن فهو متطلب رئيسي أن تتعاملي مع السوشال ميديا كان كتير متطلب من الكل أنه على الأقل يكون منشئ محتوى أنه على الأقل يعرف يكتب بوست يعرف يقرأ يعرف يتعامل على السوشال ميديا كيفية التعامل هلأ صار شي ضمن خبرته يعني أنه لازم يكون من ضمن الخبرات اللي هو بيمتلك أي شخص اليوم بأي مجال ولفت نظري أنك حكيت بالبداية أنه فيه شي كان عن صناع المحتوى ضمن هذا المشروع اليوم هي بيئة عمل جديدة عم تخلاق بسوريا ما كانت موجودة سابقا بكل المجالات إن كان بالمجال التصويقي للشركات أو إن كان حتى بالمجال اللي هو فتح أبواب عمالي اليوم عم نشوف محاميين عم يستخدموا صناع المحتوى لي يروجوا لنفسهم عم نشوف أطباء عم يعملوا صفحات طبية لي يروجوا لنفسهم أيضا يعني مجالات بالعادة ما بيعتبر الإنسان أنه لازم يكون إلو فيها شي على الفيسبوك أنه خلص الطبيب ما أنه بحاجة هذا النوع من الدعاية أو المحامي أو أو فاليوم قد يعم بتشوفوا هل فعلا بلجنا نلمس مفهوم صناعة المحتوى بشكل صحيح؟ والله كان مفاجئ جدا الملتقى أنا تلتقيت بكتير شباب هنين عم يديروا صفحات لأطباء بألمانيا لأطباء بكندا عم يديروا صفحات لمراكز توزيع أجهزة طبية بكندا عم يديروا صفحات موجودين هون بسوريا موجودين بسوريا هون ولا بحياتهم راحوا لا على سويد ولا على ألمانيا ولا على كندا درسوا البيئة كلها تعمل يصنعوا محتوى وأرجوني صفحات لهذول الأشخاص اللي عم يديروا صفحاتهم كانت من ألف متابع إلى نصف مليون لواحد منهم بكندا يعني أنت تارفك وتصنعي محتوى أو تستخدم بهمك عقد المتابعين بهمك أول شيء بيئة المجتمع اللي أنت عم تروجي فيه شو ساعات متابعته قيمة ساعاته الزروة من هن الأشخاص المرتادين اللي موجودين هن دائما على هذه الصفحات فهن إنجازات كتير رائعة كانت واحدة أيضا من الأصاص اللي إحنا بدنا نحكي عليها أنه بو بس السوشال ميديا أنا بتذكر قبل 6-7 سنين كنا إذا اللي بواحدة عم يطلع على الواتس عنده بسياسات موارد بشرية بياخد تنبيه وإنزال كتابي هلأ اللي إحنا عملت لو روح على الواتس وتتبع شو أنا حابعت لك 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 حابعة عم بتطلع عنه بس خلال 6 سنين كأنه نفس الأداة كانت محذورة صارت الأداة هي المرغوبة وأنا ما بوظفي إذا ما كان عندك تقنيات عليها إنه الدينية كيف عم بتتسارع كان من الاشياء الكثير مطلوبة من الاشخاص اللي هي بسوق العمل بالخص طلبتهم شركة طيران كانت معنا بالملتقى وطلبت كثير انه من الاشخاص يكون في عندهم الـ customer service attitude يعني يكون كل ياتنا لحنا وينما كنا موجودين بأي موقع من مواقع العمل يكون في عندنا نفسية خدمة الزباعين هذا زبون قد يكون زميل للعمل بالعمل لاننا نخدمه ونساعده ونكيف يطورها وقد يكون زبون خارجي للمنشأة انه نحنا نحكي معه فهي كان نطغطها كثير customer service طلباتها هاي السنة انه نحنا كلاهاتنا لازم نكون ودودين ولازم نكون في عندنا نفسية خدمة الزباعين وينما كنا حتى مع أهلنا نكون هذا الشي مو بس في خدمة زباعين هي عبارة عن قناة مع زمون الخارجي وهذا الشي ما بنستخدمه مع زملاءنا بالعمل فانطبت هاي كثير customer service attitude وطلبوا مننا كثير انه الاتي تدربوا على كثير النفسيات النفسيات طبعا كانت واحدة من المهارات اللي كانت مطلوبة رقمع إداعش كانت هي team work team work هو أهميته انه فيه أشخاص تنجز إنجاز رائع جدا لحالة بس ما بتعرف تشتغل مع تيم ما بتعرف تكون هي عبارة عن جزء من puzzle فتكيرون طلبت مننا هي المهارة انه دربوا الأشخاص انك انت لست وحدك داخل الشركة حتى لو كنت انت أفضل واحد جوارت الشركة ما حيتبرور عملك إلا إذا كان مكتمل مع تيم فالجرأتك بتقديم أفكار وتميزك لازم ينعكس على تيم وتحسنه معك ولا تتميز عن التيم بحيث أنك تظلق عم تفكر فرديا هون كمان عم تحكوا عن أهمية المشاركة والمكان الواحد يمكن عنده إبداع وبيحس إنه لحاله مركز أكتر وبيتلع معه أكتر فالمشاركة ممكن كمان تضيف نوع من أنواع الإبداع بآخر دقيقة دكتور أهم نصيحتين لكل الشباب يلي عم يواجهوا اليوم مشاكل بأعمالهم أنا بنصحهم أنه روح وشبك وكبر رأس مالك الاجتماعي مثلا مثل هاي الملتقيات تتروح عليك روح وتعرف على أشخاص دائما نتورك 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 ولازم دائما ما نفقد الأمل بنفسنا نقدم نفسنا بصياغ مهارات اللي بدوا إياها السوق العمل دائما نتجدد ودائما تابع ودائما نواكب واشتغل على حالك وكبر شبكة رأس المال الاجتماعي تبعك بالتعرف على أشخاص آخرين فكل شخص وراء مليون فرصة تتعمل ومليون فرصة لألك لمستقبلك شكرا كتير لألك دكتور وعلى كل النصائح القيمة اللي قدمت اليوم إن شاء الله هيك يا رب تبطل كل هاي المشكلات ومتل ما شفت وسمات أنه في حلول جدا سهلة وبدون حتى شهادات مشرت بنفس الاختصاص هي مجرد مهارات شكرا لألك دكتور شكرا لألك دكتور ونتمنى دايما كل المشاريع اللي عم تقوموا فيها اللي هي فعلا عم تقدم فرص عمل وعم بتنظم بقتل عمل بسوريا شكرا لألك